بموعد الاقتراع على الانتخابات البرلمانية لقاءات جرت بين السفير البريطاني لدى بغداد وقيادات شيعية بارزة في العراق برفقة السفير البريطاني في طهران للاتفاق على آلية أو شكل الحكومة المرتقبة وكشف السفير البريطاني لدى طهران نيكولاس هابتون عن لقاءات جرت برفقة سفير بلاده لدى بغداد جوناثان بول ويركيس مع قادة شيعى بارزين في العراق وما لفت الانتباه هو تكتم الشخصيات العراقية عن اللقاءات باستثناء نائب الرئيس العراقي نور المالكي الذي أعلن أنه استقبل بمكتبه الرسمي سفير بريطانيا في العراق وإيران المالكي أوضح في بيان له خلال اللقاء تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق مشيرا استعداده لخوض الانتخابات التشريعية بداية الشهر المقبل لافتا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة أعمار وخدمات وتجاوز الطائفية السياسية والإشكالية التي أفرزتها المحاصصة كما أكد المالكي على تشكيل أغلبية سياسية وطنية تنتج حكومة قوية متماسكة برؤية اقتصادية منفتحة قادرة على تهيئة بيئة استثمارية آمنة جاذبة لرؤوس الأموال والشركات الاستثمارية الكبرى وفي مقدمتها الشركات البريطانية وبحسب بيان مكتب المالكي فقد أعرب السفيران البريطانيان عن استعداد حكومة بلادهما لدعم العراق وإعادة قدرته الاقتصادية ومكانته الإقليمية والدولية